بسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل وإليك نستند وعليك نعتمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رسالة النهاردة رسالة من أحد المثقلين بمرض نفسي شديد جدا بيتوجه إلى الله عز وجل ويشكو نفسه إلى الله ويدعو أن يمنى الله تعالى عليه بالعلاق فبيقول له رب أشكو إليك من نفسي ومن شدة حبها لنفسها يا رب نظرات كل من حولي أني أقدم نفسي على كل من حولي نظرات قاتلة أنا لا أحب هذا ولكن لا أعلم لماذا أفعل ذلك فأعني يا رب على أن أتجاوز ذلك صاحب الرسالة وقف على مرض خطير من أشد الأمراض فتكا بالأمم خلينا نقول إن مرض الأنانية وقصاده الناحية التانية العلاج العطاء والإيثار اللي اتنين قصاد بعض ده أمر مذموم وده أمر محمود الأثرة والأنانية مش بس بتدمر النفس دي ممكن تدمر الأمة وأخير مثال على هذا إن لو لا إيثار من آثروا ما كناش إحنا الآن أصبحنا مسلمين ووصلت إلينا الدعوة يعني من الأسباب المهمة جدا لمساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين آثروا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم آثروا وآزروا وآووا آثروا على أنفسهم وآووا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركوهم معهم في الطعام والشراب والمسكن والمأوى والملبس وكل شيء ولذلك لو لا هذا لما وجد المسلمون الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متنفس إنهم يبقوا موجودين فيه إذن فعملية الإيثار والعطاء مهمة جدا وتساعد في بناء الأمة في النحية التانية الشح والبخل هو هلاك للفرض نفسه وهلاك لكل من حوله من الأمة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أمر مهم جدا للإنسان إن يكون عنده إحساس بالعطاء إن يكون بيدي للحواليه إن يكون إنسان مش حاسس إنه هو مركز الكون الإنسان الأناني شخصية مدمرة شخصية قاتلة هو بيدور على نفسه رقم واحد وبعدين من بعده الطوفان حتى في بعض الناس بيكونوا أنانيين مع ولدهم يعني بيدور على نفسه هو رقم واحد المهم إن يحصل إشباع لنفسه أكل أو شرب أو فلوس أو ملبس أو أي شيء من الرغبات هو بيدور على نفسه رقم واحد وبعدين ولاده ييجو رقم اتنين حتى في علاقاته حتى في معاملاته تلاقي في ناس عندها جوع قلبي وجوع نفسي فبتطلع تسيب بيتها وتسيب ولادها وتسيب الواجبات الحقيقية اللي عليها لأنه عنده نوع من الأنانية ولا يتحمل مسئولية اللي حواليه علشان يشبع نفسه رقم واحد هذا الإنسان بيدمر نفسه أولا ثم يدمر من حوله لولا الإيثار ولولا العطاء لما وجدنا هذه الراحة وهذه السعادة الموجودة في الحياة اللي نألت الرسالة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والحقيقة إن الأنصار ضربوا أروع الأمثلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء على الأنانية ضربوا أروع الأمثلة في محاربة شح النفس سيدنا أبو طلح الأنصار يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء أرض كده في المدينة لها اسمه على ما اسمها بيرحاء بستان كده بستان سيدنا أبو طلح الأنصاري وهي منذ الآن صدقة فضعها يا رسول الله حيث شئت انفقها في أي شيء يا رسول الله يا رسول الله افعل بها ما تشاء على فقراء المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بخ بخ ذلك مال رابح الفكرة أنه مش بس قضية الصدقة لا الفكرة هي تربية النفس أن النفس تجاوزت الشح وهذا هو طريق الفلاح ربنا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الإنسان اللي عايز يفلح عليه أن يجابه نفسه عليه أن يتجاوز شح نفسه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الناس وكان أروع الأمثلة في العطاء ومحاربة النفس غالبا لما ربنا بيدي لك مفاتيح شيء أو يملكك شيء أو يجعل لك سلطان على شيء الناس ساعتها بتصيبها الأنانية والأثرة أو لو كان فيه أنانية عند الإنسان بيبدأ يزيد هذا الأمر جواه ويبدأ يكتنز ويكنز لنفسه رقم واحد وبعدين يبقى يشوف إيه لها يحصل وهنا سبحان الله رب العالمين هذا المرض اسمه الأثرة والعلاج اسمه الإيثار من إعجاز اللغة إن الأثرة أن يؤثر الإنسان نفسه وإن الإيثار أن يؤثر الإنسان الآخرين فسبحان الله رب العالمين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة فاقتضي برسول الله حتى تتجاوز ما أنت فيه عندنا واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ينبئنا أن من علامات الساعة يعني من شدة أضرار الأنانية ومرض الأنانية اللي بيفتك بالأمة أنه علامة من علامات الساعة أنه علامة من علامات نهاية الزمان أنه كل واحد يبقى عنده إيثار لنفسه وليس عطاء للآخرين فربنا في آية من آيات القرآن الكريم في صورة المائدة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية دي محيرة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لأمة الإسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه الأمة اللي لها ميزة الخيرية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ربنا هنا بيقول لهم عليكم أنفسكم ما لكمش دعوة بالآخرين فبتحير بعض الناس إنه إزاي يبقى علي نفسي وما ليش دعوة بأمر الآخرين في أمر الدعوة مثلا ألا أنهى عن منكر ولا أأمر بمعروف فواحد ذهب إلى أبي ثعلبة الخشني الصحابي الجليل وقال له ما تقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني نحلها إزاي التناقض اللي بين الأيتين ده فقال له على الخبير وقعت انت جيت على واحد خبير فقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سألت النبي عن هذه الآية لأن مستشكل علي الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي بل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الأصل حتى إذا رأيتم شحا مطاعا الشح المطاع هنا هو الأنانية هو مرض نفع النفس وغض البصر عن نفع الناس هو البحث عن إشباع أمراض النفس واحتياجات النفس أولا ثم بعد ذلك فلينتفع الناس أو لا ينتفعوا المهم أنا ومن بعد الطوفان ولذلك بتكسر الأمثلة اللي يعوزوا بيتك يحرم على الجامع وإذا جاءك الطوفان فضع ولدك تحت قدميك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحد إمتى يا رسول الله فيقول حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك فاصل ونكمل ونعود فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عليك بخويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن أيام الصبر يعني أيام شديدة الصبر فيهن على مثل القبض على الجمر وأجر العامل منهم كأجر الخمسين من عمله يعني في هذه الأيام اللي فيها شح وفيها أنانية وفيها كل إنسان بيبحث عن نفسه وفقط بتضيع بيئة الإيمان بيئة الإيمان اللي فيها الحب فيها الإيثار فيها انخفاض الجناح للمؤمنين وصفهم أذلة على المؤمنين يعني المؤمن يبحث عن المؤمن ويخفض الجناح له يبحث عنه ليقضي حاجته المؤمن يعني يؤثر أخاه المؤمن على نفسه لكن في دنيا يكون الأمر فيها أمر شح وأمر بحث عن المنفع رقم واحد وأمر إن أنا ومن بعد الطوفان هذا أمر يحتاج إلى الصبر والصبر فيها هيكون أمر صعب ومر وعلقا لازم الإنسان يتحمل لأن هذا من علامات الساعة وهذا التحمل كالقبض على الجمر وعمل واحد في هذا الزمن إن واحد يؤثر أو يقدم غيره على نفسه أو يساعد محتاجا ويؤثره على نفسه دا أمر فيه حرب شديدة جدا بتحصل فالإنسان لازم يكون مدخر دا عند الله عز وجل وعارف إن أجره وصبره محسوب له عند الله والله سيجزيه علي كل الخير طيب علشان أتجاوز هذا المرض وأمرن نفسي وضرب نفسي على فكرة العطاء والبذل أعمل إيه؟ أول حاجة اتمرن على إنك تأخر أولوية نفسك في حياتك إذا كنت شخص أناني فالاحتمالية الكبرى إنك دايما بتتطلع إنك تبقى رقم واحد أنت الأول في كل شيء أنت البريمو ما فيش حد غيرك يستحق أن يكون في هذه الحياة أنت عاوز تعيش عيشة هنية وتلبي كل رغباتك وتعمل كل حاجة ما فيش حد غيرك أنت طيب ده بيثقل عليك لما بتقعد بينك وبين نفسك لأن النفس طيبة فأحيانا لما النفس بيكون طيبة بتدعو صاحبها لما يدخل على النفس اللوامة بتدعو لأنه يتخلص من رذائلها فبيحس بثقل طب عشان أتجاوز الثقل ده أول حاجة زي ما قلنا إنك تأخر نفسك شوية اتضرب خليك مركز مع نفسك سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه جاءه ضيف عشان تفتكر وتساعد نفسك جاءه ضيف ماذا فعل الضيف كان الرجل جائع وعنده أولاده جائعون سيدنا أبو ذر كان عنده مجموعة من الإبل فقال له اذهب واختر لنفسك ناقة اذبحها احلب لبنها افعل ما تشاء فالرجل كان حييا ومؤسرا فذهب الرجل يتفقد النوق فانتقى اكتر ناقة هزيلة وضعيفة فسيدنا أبو ذر يعني تضايق من الأمر لماذا لم تأخذ ناقة يعني لها وزن و يعني يعني ناقة مشبعة ومشبعة ناقة ناضجة فالرجل الضيف قال له يعني آثرت حاجتك على حاجتي أنا يعني تذكرت أن لك حاجة بنوقك وانا لي حاجة فدي حتك فيني وانت يعني ربنا يبريك لك في مالك فسيدنا أبو ذر الغفار قال له بل حاجتي يوم أدفن في حفرتي دي جملة مهمة جدا حكتي يوم أن أدفن في حفرتي لما حكون وحيد في القبر لما حلتقي الله عز وجل فتأتي دعواتك وتأتي لحظات الإثار أو أعمال الإثار اللي أنا آثرتك بها هي دي اللي هتنفعني يوم أن ألقى الله وحيدا فريدا لا ناقة هتنفعني ولا ناقة باقية زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل السيدة عائشة ماذا بقي من الشاه قالت فنيت كلها يا رسول الله وبقيت ذراعها فالنبي ألا هلا بل بقيت كلها وفنيت ذراعها ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلا عند ربنا هو اللي بيبقى فدايما نكلم نفسك وادخل لنفسك عند الله عز وجل بأن تقدم الآخرين اعمل ده بالنية دي بنية الإيثار إنك تبحث عن مصلحة الناس ثم تؤخر نفسك قليلا ده رقم واحد النقطة التانية إنك تحط نفسك مكان الناس تبص للمواقف من وجهة نظر تانية إن مش دايما لازم أنا أشبع نفسي وأشبع رغباتي باللي أنا عاوزه بس الحياة مشاركة الحياة مؤازرة الحياة مساندة ولما تدق طعم العطاء وتلاقي إنك بتدور لو أنا كنت في موقف الاحتياج كنت عاوز الناس تعمل معايا إيه هتلاقي نفسك بتجاوب على نفسك وتقول والله أنا كنت أحب من ناس يؤثروني أو يساعدوني طب ده يحصل إزاي لو كان كل الناس أنانيون هنا صناعة الفضيلة في المجتمع بتبقى محتاجة مننا إن إحنا نكتهد شوية وما نفكرش بس في نفسنا وما نفكرش بس في مصلحتنا في يوم من الأيام يحكى في قصص العرب أن فارسا من الفرسان كان مرا بحصانه فوجد رجلا قاطع طريق ولكنه في صورة عابر سبيل يعني واحد من قطاع الطرق انتحل صورة عابر سبيل وقف فشاور له فقال له يعني اردفني أو أركبني معك على حصانك فركب الرجل معه فلما امططى ظهر الجواد لما ركب معاه أمزأه من على الحصان فوقع الرجل على الأرض وأخذ السارق قاطع الطريق أخذ الحصان وجرى فالرجل يعني ندى عليه وهو واقع وملقى على الأرض وقال له يا أخ العرب يا أخ العرب قف ليه عندك حاجة فقال له يعني ماذا تريد وهو على الحصان وحيجري فقال له ماذا تريد قال لا تخبر بها أحدا واجعلها بيني وبينك يعني خلي الموضوع ده سر بيني وبينك فالرجل التاني كده يعني افتكر أن الرجل ده من محب المجد ومن محب الظهور وعاوز يعني يرضي غرور نفسه أنه ما يعرفش حد متسرق منه الحصان فقال له يا أخ العرب أتطلب المجد وأنت على مشارف الموت يا رجل ده أنت حتموت ومحدش حيسمع بيك قال له والله ما المجد أردت ولكني أردت أن لا يقول أن لا يتحدث الناس بأن المروءة قد ضاعت بين الناس شفت الرجل بيفكر في إيه بيفكر في أن المجتمع يبقى مجتمع فيه مروءة آه أنا التقيت رجل يعني قطع طريق أو يعني غشاش غشاني وسرق مني وأنا فعلت فعل مروءة أنا ما كنتش عاوز حاجة أنا ساعدتك في أنك تركب معي السيارة أو أن أوصلك لمكان فكون أنك تتحول إلى رجل نذل ويعني تتنكر لهذا المعروف وتؤذيني وتسرق مني ما وهباني الله عز وجل أو تسرق مني حاجتي هذا أمر ثقيل على النفس حقيقي ولكن الرجل بقى في موضع مسروق مسروق فأراد أن يصنع معروفا وأن يؤثر الناس حتى على نفسه وهو على مشارف الموت الرجل ده يموت فيقوله لا تحدث بها أحدا غيري لأن الناس حتقول لا أنا ما أفشل حد تاني في الطريق لا مش هساعد حد تاني لأن يعني اللي بيساعد حد لا يناله منهم إلا الأذى والضياع فتخيل الرجل هذا صانع المعروف يقوله حتى لا يتحدث الناس بأن المروءة قد ضاعت في الخلق فشيء مهم جدا أنك تحط نفسك مكان الناس وأنك تساعد على نشر هذه الفضيلة فضيلة الإيثار بينك وبين إخوانك من المؤمنين بينك وبين إخوانك من بني الإنسان النقطة الأخيرة المهمة اللي المفروض أن نحن نكتهد فإنها تساعدنا على إيثار نفسنا أن تتذكر دائما أنك لست مركز الكون في غيرك عيشين في غيرك من حقهم يكلوا ويشربوا وينعموا ويأخذوا مما وهب الله عز وجل وأنت لست أهم من أي شخص أنت زيك زي أي حد دايما حدث نفسك بهذا يبقى ثلاث حاجات مهمة جدا تساعدك على أن تتجاوز فكرة الأنانية أولا أن تضع نفسك مكان الآخرين أنك تشوف الآخرين دول لو كنت أنت مكانهم تتمنى يتعاملوا معاك إزاي أنك مش أهم من أي حد ولاست مركز الكون من حق الناس أنهم ياخدوا من عطاء الله عز وجل في الكون والأفضل أنك تساعدهم أنهم يلبوا حاجاتهم طالما أنت لبيت حاجتك وما تفكرش في نفسك الأول بل أخر نفسك النقطة الثالثة أن تؤخر نفسك عن الآخرين وتجعل ذلك كله بنية لله عز وجل نية الإيثار ونية العطاء والله عز وجل سيخلفك خيرا مما أنت فيه ومن ترك شيئا لله مش بس لازم يبقى حرام ممكن تترك الحلال لله عز وجل من باب الإيثار من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ما عندكم ينفد وما عند الله باق أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عسى الله أن يستجيب لنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا خالق النفس وباريها آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنك وحدك يعلم ما يصلحها وصلاح حالها وحانها ومآلها فأصلحها يا ربنا في الحال والمآل اللهم يا ربنا هيئ لنفوسنا من أمرها رشدا وهيئ لها من أسباب الصلاح ما يصلح أمرها في الدين والدنيا والآخرة وما يجعلها عندك يا رب من النفوس الزاكية الراضية المطمئنة المخلصة المقبولة يا رب العالمين وقنا شر نفوسنا وشر الخلق وشر الشياطين ما علمنا منهم وما لم نعلم وما أنت يا رب به أعلم وصل وسلم وبارك على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة